بعد مرور أسبوع على انهيار سد مدينة درن الليبية تواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها في العثور على ناجين من تحت الأنقاذ وفي إيصال المساعدات الإنسانية للقرى المتضررة مأساة الفيضانات لم تكتفي بحصد الأرواح فحسب وإنما طالت منهم على قيد الحياة بعد ارتفاع حالات تسمم الأطفال إلى أكثر من 150 طفلاً نتيجة تلوث مياه الآبار إثر ارتفاع منسوب المياه بعد الفيضانات العارمة لتصدر وزارة البيئة الليبية بياناً تحذر فيه من شرب المياه الجوفية التي تم تأكيد تلوثها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا شدد على ضرورة إخلاء السكان من المناطق التي غمرتها السيول وتلوثت فيها مياه الشرب كما أعلنت الهيئة الليبية للإغاثة في مدينة درنة عن وجود بصيص أمل في العثور على ناجين من تحت أنقاض المباني مشيرة إلى وجود نقص في الوقود والمياه الصالحة للشرب ووسط هذه الأضرار تستمر الجهود المحلية والدولية في إعادة الحياة في المناطق المتأثرة بالفيضانات وتوفير الاحتياجات الأساسية بعدما تسبب الإعصار دانيال في وفاة أكثر من أحد عشر ألف شخص في مدينة درنة فيما لا يزال أكثر من عشرة آلاف شخص في عداد المفقودين ترجمة نانسي قنقر